أستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر الصغير هذا اليوم الفريق أول جوزيف دينفورد رئيس الهيئة رئيس هيئة الأركان المشاركة بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد وقد رحب جلالة الملك المفدى بالفريق أول جوزيف دينفورد مشدا بعلاقات التعاون والصداقة التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين وما يشهده التعاون التنائي بينهما من تطور وتقدم في شتى الميادين خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي كبلدين حليفين وشركين وقد أكد العاهل المفدى حرص مملكة البحرين على دعم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك خدمة للمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهم الصديقين منوها جلالته إلى أن العلاقات البحرينية الأمريكية مبنية منذ عقود على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك كما أكد صاحب الجلالة على دعم مملكة البحرين لكل الجهود الأقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة منوها في هذا الجانب بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في حمض أمن واستقرار المنطقة وخدمة قضايا السلام العالمي وقد أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالولايات المتحدة الأمريكية عن فخره بما يربط البلدين من علاقات طيبة وثيقة في كافة المجالات وقد بحث العاهل المفدة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الأوضاع الرهنة في المنطقة وأخير المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى القضايا موضع اهتمام البلدين الصديقين